اشتركوا في القناة نقد نقطة المصدر الرئيسي لمعظم التقاط على سطح الأرض طبعا مين اللي هي الشمس؟ الشمس تتكون نقطة في قلب الجبال بفعل التجوية الكيميائية يطر الأخديد ولا القهوف طبعا مين اللي هي القهوف؟ القهوف طب يعني تجوية كيميائية؟ ديت عملية تفاتت الصخور إلى قطع صغيرة مع تغير طبيعة المواد المكونة لها في عمل بتأثر في التجوية الكيميائية زي الهوى زي المية زي الأحمد يعمل مولد توربين نقط على تحويل طاقة الحرقة إلى طاقة قهره مائية الرياح ولا المية؟ ما هو قال لي هنا ايه؟ مائية قهره مائية قهره يعني قهربة ومائية يعني جاي من المية صح ولا لأ؟ وبالتالي نختار مين اللي هو المية؟ يبقى أقول له الماء تتكون الأخديد بفعل مين؟ الضوء ولا المياه؟ طبعا نطري مين اللي هي المياه؟ المياه طب يعني يخدود أصلا؟ ده عبارة عن وادي عميك يتكون في الأرض نتيجة تضفق الماء لفترة إيه؟ لفترة اللي هو طويلة والأخديد تتكون عن طريق عملية التجوية والتعريه بفعل الماء والرياح أعرف اللي هو الوقود الوقود طبعا أقول له عبارة عن مادة المادة دي تنوى بالطلال لطاقة حرارية تنتج طاقة حرارية عند استخدامها وطبعا عندنا الوقود بأسهم والحاجتين اللي هو أول حاجة اللي هو وقود اللي هو الحيوي والحاجة التانية اللي هو الوقود مين؟ اللي هو إيه؟ الحفري عندنا اللي هو الوقود الحيوي زي الخشب أو الفحم النباتي أو اللي هو الوقود الحيوي السائل والوقود الحفري زي اللي هو الفحم زي الغازة الطبيعي زي إيه؟ زي اللي هو النفط اختر الإجابة الصحيحة أي المواد التالية من أمثلة الوقود الحيوي؟ يعني وقود حيوي؟ الوقود الحيوي دي عبر عن وقود يمكن إنتاجه من الكائنات اللي هي الحية زي النباتات وبعض المواد الأخرى طب زي ايه؟ زي الخشب، زي الفحم النباتي، زي الوقود الحي والسائل اللي بيطلع من اللي هو العجب او رقائك الخشب والذورة هندور على ايه حاجة من ديات الغازة الطبيعية طبعا ده بسميه وقود حفري الفحم وقود حفري، الخشب طبعا ده الصح، المنزيم وقود حفري تتسبب جزور النباتات الكبيرة في عملية نقطة لمظاهر السطح على الارض التعرية ولا الترسيب ولا التجوية ولا جميع ما سابق طبعا عملية مين اللي هي التجوية وطبعا دي بسميها اللي هي التجوية اللي هي الميكانيكية عندنا اللي هي نمو اللي هي جزور بتاعت اللي هي الأشجار داخل الصخور هيسبب تشكق الصخور او تفتوتها وده بسميها التجوية الميكانيكية من مصادر الطاقة المتجددة الفحمة طبعا ده غير متجدد الرياح طبعا ده الصح، الغازة الطبيعي والنفط طبعا ده غير متجدد مخرجات السخان الشمسي طاقائي يا ترى السخان شمسي يعني يحول الطاقة الشمسية للطاقائية قهربية طبعا غلط، شمسية غلط، ده دي مدخليات وليس مخرجات احنا ما نظهر على المخرجات، حرارية طبعا ده الصح، كميائية غلط أعلل لما يأتي خطورة الضباب الدخاني على صحة اللواء الإنسان، أقول له لأنه يسبب تهيج الجهاز التنفسي، الجهاز التنفسي، ورئتين، وتلف الجهاز التنفسي ده علامة صحة وعلامة خطأ أمام العبارات الآتية، رقم واحد توجد طاقة كيميائية داخل الطعام الذي نتناوله، طبعا صح معظم سلاسل صور الطاقة تبدأ بطاقة القمر، هالكلام ده صح؟ طبعا كلام ده غلط، بتبدأ بطاقة مين؟ الشمس تتكون القزبان الرملية في قاع البحار والمحيطات، طبعا الكلام ده ايه؟ كلام ده غلط، فأقول له عبارة ايه؟ غلط القزبان طبعا الرملية ده عبارة عن تلال من اللي هي الرمال، تكون بفعل مين؟ بفعل اللي هي الرياح تؤدي التجوية الميكانيكية إلى تغير، ميكانيكية خليبنا، تغير لون الصخور وانهيارها، هالكلام ده صح؟ طبعا كلام ده غلط هي المفروض التجوية مين؟ اللي هي الكيميائية؟ الكيميائية ماذا يحدث عندها؟ تقابل الرياح المحملة بالرمال في الصحراء حاجز صد، إيه اللي لا يحصل في الحلدية؟ طبعا هنا يكون مين؟ هتكون اللي هي قزبانة رملية فقل له يحدث عملية الترصيب وتتكون الكزبان الرملية طب يعني كزبانة رملية؟ ده عبارة عن تلال من الرمال تكون بفعل مين؟ بفعل اللي هو الرياح اللي هو بيقول عليها هنحلم بعض كده المحافظة رقم 10 محافظة كفر الشيخ أول سؤال، اخترى الإجابة الصحيحة تتكون نقط عند التقاء الرواسط من المياه المتضفقة للنهر إلى المياه الساكنة للبحر يا ترى أول حاجة، الكزبانة الرملية؟ طبعا غلط، دي بتكون نتيجة اللي هو الرياح الدلتة؟ طبعا دي الصح عندنا الأخذ دي طبعا غلط لأن الأخذ دي ديت هناه بتتكون عن طريق عملية التجوية والتعرية بفعل اللي هو الماء والرياح الأودية طبعا إيه؟ غلط الودية طبعا بتكون عن طريق اللي هي عملية اللي هي التجوية والتعرية بفعل اللي هي الأنهار أو اللي هي الجدول إيه؟ اللي هي المائية عربة التحكم عن بعض اللي هي كيرو سيتي صممت الاستكشاف يطر المريخ ولا القمر ولا الأرض ولا الشمس طبعا استكشاف مين اللي هو المريخ فتحول الطاقة نقط إلى طاقة صوتية في الجرز اليدوي القهربية قد تختارها إمتى لو هو بقول الجرز القهرابي فدي غلط حركية طبعاً دي الصح الكيميائية طبعاً غلط والضوئية غلط عندما يتشقق سطح الصخرة بفعل عوامل الطقس مثل الهواء والماء فهذا يدل على حدوث إيه تجوية، ترصيب، نقل، تعرية طبعاً دي بسمى عاملة إيه تجوية ودي بسمى اللي هي التجوية اللي هي الميكانيكية وعندنا من عوامل التجوية الميكانيكية الرياح والرمال المياه الجارية الأشجار الحرارة واللي هي البرودة إثناء قيامك برحلة استكشافية وجدت تجمعاً من الرمال في مكان واحد اذكر العمليات التي أدت إلى تجمع هذه الرمال بفعل بهذا الشكل طبعاً دي بسمى عملية التعرية التعرية وعملية مين وعملية اللي هي الترصيب وطبعاً اللي تكون اللي هو مين اللي هي القزبانة الرملية والقزبانة الرملية عبارة عن تلال من الرمال تكونة بفعل إيه الرياح ده علامة صح أو علامة خطأ أمام العبرات الآتية الأراضي الخزبة التي تكونت عندها التقاء النهر ببحر تعرف بيه اللي هي الدلتة صح أو الغلط طبعاً صح؟ المطر الحمدي يسبب تلوث التربة والماء طبعاً صح؟ وطبعاً المطر الحمدي ده من عوامل اللي هو التجوية الكيميائية الخليبانة تعمل المرايا المقعرة على تجميع أشعة الشمس لتسخين وطهي الطعام مردق صح؟ علشان بتجمع اللي هي أشعة الشمس في نقطة واحدة بسميها البقرة دي بتؤدي إلى رفع إيه درجة الحرارة وبالتلال استخدمها في طهي إيه الطعام تتكون قزبانة الرملية نتيجة تعريض رمال الصحراء بفعل الرياح ثم ترصيبها مردق صح وقزبانة الرملية اللي هي عبارة عن تلال من الرمال تكون بفعل مين؟ بفعل اللي هي الرياح اذكر الفرق بين التجوية الكيميائية والتجوية اللي هي الميكانيكية أول حاجة اللي هي تجوية مين اللي هي الكيميائية التجوية الكيميائية لما اجعل رفع اقول لها عبارة عن اللي هي عملية تفتت الصخور إلى قطعة صغيرة مع تغير طبيعة المواد المكونة لها وعندنا تجوية كيميائية زمين زي اللي هي الهواء يبقى عندها عمل بتأثر فيها زمين زي اللي هو الهواء والماء والأحماض زي اللي هي الامطار الحمضية الامطار الحمضية الحاجة التانية عندنا اللي هي تجوية مين التجوية اللي هي الميكانيكية الميكانيكية لما اجعرف اللي هي تجوية اللي هي ميكانيكية هلو عبارة عن عبارة عن عملية عملية تفتت الصخور الى قطع صغيرة تمام دون دون ان تتغير طبيعة المواد المكونة لها طيب التجوية الميكانيكية العمل اللي بتأثر فيها زمين زي الرياح واللي هي الرمال زي المية زي كمان اللي هي الحرارة والبرودة زي الاشجار كل ده بيأثر في التجوية الميكانيكية اكتب المصطلح العلمي رقم واحد نوع من التضاريس شديدس الانحضار تكون بفعل قوة تعريض المياه الجارية بسمها ايه اللي هي الاخديد الاخديد طب يعني الاخديد الاخديد عبارة عن وضع عميق شديد الانحضار يتكون نتيجة تضافق الماء لفترة طويلة على سطح الارض والاخديد بتتكون عن طريق عملية التجوية والتعريض بفعل الماء والرياح رقم اتنين وقود نتجة من تعرض بعض الكائنات الميتة المتحللة للضغط والحرارة في باطن الارض طبعا ده تعرف مين اللي هو الوقود الحفري الوقود الحفري والوقود الحفري زي مين زي الفحم زي الغاز الطبيعي زي اللي هو النفط ظاهرة تعبر عن عدم قدرة الارض على تخلص من الحرارة الزائدة بسبب زيادة نسبة سينيوكسيد القربون بسماء الاحتباس الحراري الاحتباس الحراري عملية تحدث عند نقل الرمال او الطربة من مكان لاخر عملية التعريض التعريض تتكون الاخديد بفعل الماء اسكر دليلا على تكوين الاخديد بفعل ايه؟ بفعل اللي هي الماء عاوزين دليل على كلام ده؟ هقوله الجوانب بتاع مين اللي هي الاخديد اللي هي منحاضرة جوانب الاخديد المنحاضرة كمان نمو الاشجار والنباتات عليها ده دليل على مين على ان الاخديد تكون بفعل مين؟ بفعل اللي هو الماء يا ربكم فهمنا ما تنسوناش من صلاح دعواكم كان معكم استرطار وإلى اللقاء ان شاء الله في حلقات قادمة والتوفير لجميع رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم شكراً لكم اشتركوا في القناة يجعل ترجمة نانسي قنقر